أخيراً توفرت قطعة التتبع الـ AirTags والتي صار لها تسريبات يمكن لمدة سنة كل مؤتمر سيتم الإعلان عنها لكن الآن وصلت قطعة التتبع الأغراض مع بعض الأكسسورات التي نرىها اليوم وأتكلم عن ماذا فايدتها؟ هل فعلاً ممكن يتم التجسس عليك من خلالها؟ وكيف طريقة تعملها في هذا الفيديو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلو الله مسهلاً، وحياكم على الفيديو جديد معنا عبدالغفيص اليوم سأتكلم عن قطعة التتبع الجديدة من الـ AirTags، وهي منتج جديد من فترة لم نرى منتج جديد من الـ AirTags لكن الـ AirTags سبق نفس الفكرة من شركات ثانية، لكن لأول مرة تقدمها أبل الفكرة باختصار هي قطعة تتتبع لكل أشياء وتقدر تربطها على الشنطة أو تضعها في المحفظة مع علاقة المفاتيح بشنطة السفر، اللابتوب أو حتى السيارة وتعرف وينما كان هذه القطع أو الأغراض وينما كنتوا بأي وقت وتفيد الناس الذين يطيع أغراضها كثير، ويمكن أنا من الناس الذين أستفيد منها بعض الأغراض التي أضيعها بشكل متكرر قبل أن نلقي نظرة على الصندوق الخاص فيها وتصميم القطعة، لا تنسى تشترك في القناة إذا كنت غير مشترك وفعل زر الجرس حتى يوصلك تنبيه بكل جديد، وأيضاً انشر هذا الفيديو لكل منتعتقد أنه يفيده في أي مكان، تويتر، فيسبوك، سناب، كما ترى هذه الإيرتاج بالتصميم الدائري الصغير والجسم هنا من البلاستيك، والجهة الثانية ستيل لماع، والتصميم جميل، لديك شعر أبل من جهة والجهة الثانية باللون الأبيض، والتي تستطيع تخصصها بحروف أو إيموجي لو اشتريتها من متجر أبل، ومن ناحية التقنيات، فهي بسيطة جداً، فيها بطارية قابلة للإزالة، وهي مثل بطاريات الساعات، وتصمد معك البطارية لمدة سنة، كذلك فيها بلوتوث LE، ولي قليل جداً في استهلاك الطاقة، كذلك مقاومة للماء والغبارة بمعيار IP67، وممكن تصمد في الماء لمدة 30 دقيقة بعمق واحد متر، في المقدمة، قلت لك أنه سبق شفنا نفس الفكرة من شركات ثانية، لكن ما الذي يميز قطع الإيرتاج من أبل؟ أول حاجة هي تواجد أكسسورات من أبل، كذلك مستقبلاً الشركات الثانية التي تدعمها، سنرى أفكار واستخدامات رهيبة ما كانت موجودة مثلاً للقطع المتوفرة من قبل، كذلك الميزة المهمة أنه سيكون لها وصول التطبيق الفايند ماي التابع لأبل، والتي من خلالها ستقدر تشاهد حركاتها من أي جهاز عندك، وتقدر تربط حتى 16 قطعة على حسابك الأي كلاود، وممكن تطلع صوت لكي تعرف مكانها، وبنفس الوقت القطع هذه ستستفيد من أي جهاز من أبل موجود حول العالم، وهذه الفكرة وطريقة عملها، فالأيرتاج تعتمد على البلوتوث، لكن كلنا نعرف أن البلوتوث مداه محدود، ولكن هنا تستخدم كل أجهزة الموجودة حول العالم، المعرفة موقع القطعة الخاصة فيك، أو بشكل أوضح الأجهزة الموجودة حولك، وكذلك أبسطها، لو أنت في مكان عام، ونسيت مفاتيحك، الآن أي جهاز من أبل آيفون، آيباد، أو أي جهاز ثاني موجود حول الأيرتاج الخاص فيك، ترتبط معها من خلال البلوتوث، ويتم ربط البيانات، وإرسالها إلى حسابك على الأيكلاود المربوط بتطبيق FindMai، وكذلك تجد مكانها على الخريطة، لكن هل أي جهاز يمكن أن يرتبط بالأيرتاج ويساعدني بتحديد القطعة؟ تقريباً نعم، لكن يجب أن يكون كل جهاز مسجل في تطبيق FindMai، ومن خلالها تجد أغراضك، وتساعد الناس الثانية لتجد أغراضهم، هذه العملية كلها مشفرة، ومستحيل أن أحد الموجودين حول القطعة يعرف عنها، إلا لو كان أحد أفراد عائلتك وحسابه مربوط بالأيكلاود الخاص فيك، طبعاً طريقة الربط سهلة جداً مع الآيفون، فقط تحتاج أن تكون على تحديث الآيفون 14.5 وأعلى، ومجرد ما تكون الأيرتاج قريبة من الآيفون، تقلع صوت، وتطلعك النافذة الخاصة بالاتصال، تحدد لها اسم، وين تكون مثلاً على الشنطة، الدراجة، الجاكيت، لكي تعرف بعدين هذه القطعة تبع إيش في تطبيق FindMai، طيب، لو ضاع الغرض الذي مع هذه القطعة، فمباشرة تدخل على التطبيق، تطبيق FindMai، وترى مكانها، فرضاً ما كان فيه أي جهاز حولها، ولا تقدر تعرف عنها شيء، ممكن تضغط على خيار أنها مفقودة وبكذا تحط رسالة، ومجرد أي شخص يحصلها وتكون قريبة للآيفون الخاص فيه، وتطلع لها الرسالة التي كتبتها، مثلاً تكتب أنا فقط الجهاز فلاني، اتصل فيني على هذا الرقم أو الإيميل، وبنفس الوقت يأتيك أنت يا صاحب القطعة تنبيه، وحتى لو شخص يحصلها مع أندرويد، يمكن أن يرى الرسالة من خلال NFC. أيضاً معلومة مهمة، معلوماتك محفوظة وسرية، لا سيعرفها أي شخص، حتى لو أخذ الـ AirTag الخاص فيك، وأيضاً لا يمكن أن يستخدمها، أو يعرف مكانها غيرك، حتى لو أحد حصلها بمكان، حاول أن يتصل فيها، لا يمكن أن يتصل فيها إلا أنت شخصياً صاحب الـ AirTag، ممكن أن تحذفها من حسابك الأيكلاود، وبعد ذلك الشخص الآخر ممكن أن يربطها بحسابه، مثل باقي أجلسة أبل. طيب جاني سؤال، عندما صورتها على الإنستجرام، هل ممكن أحد يتجسس عليك من خلال هذه القطعة؟ يضعها في شنطتك من مسافر، أو في سيارتك مثلاً، ويتتبعك؟ السؤال منطقي، والموضوع هذا لم يحدث على أبل، ولذلك، لو كان هناك قطعة AirTag بين أغراضك، أو جالسة تنشي معك، عندما تذهب، وأن هناك قطعة AirTag موجودة حولك، وليس خاصة فيك، وممكن مباشرة تحصلها، وتدور عليها، أو عندما تحصل البطارية منها، وترميها، لأنه لا تستطيع استخدامها، كذلك من المزايا الجميلة التي أعجبتني أيضاً، هي طريقة العثور على AirTag، من خلال الأسهم والإرشادات، كذلك المسافة بينك وبينها، ويتحرك الساهم يمين يسار حتى توصل للقطعة ومكانها، شي جميل، وهو تجربة مختلفة من قبل، وهذا الذي كنت أتمنى، عندما رأيت الإعلان عن هذه القطعة، أنها لا تكون مثل القطع الثانية الموجودة، وهي نفس الفكرة، لكن الاستخدام تقريباً مختلف، ولو نرجع ونرى الأكسسورات التي وصلتني، فعندك هنا قطعة علاقة المفاتيح، ممكن تستخدمها بالشكل هذا، أو كذلك اللوب أو الحزام، التي من خلالها تستطيع أن تتعلقها بالشنطة، أو أي شيء عندك، وهو السيليكون، وهو الليذر لوب من الجلد، وهو تصميم جميل جداً، قطعة AirTags متوفرة الآن بسعر 149 ريال للقطعة الوحدة، السعر الرسمي في متجر أبل هو 29 دولار، أيضاً، وممكن أن تأتيك الأربع قطع مثل الموجودة معي اليوم، بسعر 99 دولار، فبكذا يكون الاستعراض انتهى، أتمنى أن هذا الفيديو قدم لك الإجابات والمعلومات التي كنت تنتظرها، حاولت أني أختصرها قد ما أقدر، لكن بشكل ما يخل بالمعلومة، ونفس الوقت ما أبي أن الفيديو يكون طويل جداً، كالعادي شاركني رأيك بالتعليقات، ما رأيك بالإرتاق؟ هل تفكر أنك تشتريها، أو جربت أنواع ثانية، وكيف كانت التجربة؟ لا تنسى الاشتراك واللايك، وأشوفك في فيديو جاي، والسلام عليكم